هنتكلم عن جلسة يوم 5 إبريل 1912 جه في محضرها عرض السكرتير على اللجنة بروجرام حفلة النادي السنوية فوافقت اللجنة عليه وعلى أن تكون تلك الحفلة يوم الجمعة 26 إبريل 1912 الساعة الرابعة بعد الظهر وعهدت إلى سعادة الرئيس تنفيذ ذلك بحسب ما يتراء له الحفلة السنوية للنادي الأهلي كانت بتقام في إبريل من كل عام احتفالا بتأسيسه في شهر إبريل سنة 1907 الحفلة دي كان بيغطي تكلفتها تبرعات أعضاء اللجنة العليا للنادي الأهلي يعني مثلا في أحد الحفلات تبرع رئيس النادي سعادة عزيز عزة باشا بعشرة جنيهات لمصروفات الاحتفال وتبرع سعادة أمين سامي باشا بجنيهين ونصف وصاحبة العزة عمر سلطان بيك وطلعت بيك حرب بسبعة جنيهات ونصف لنفس الغرض المذكور ويوم ورا يوم ما بقتش الحفلات دي بتقتصر على الاحتفال السنوية وبس لأن النادي كان بيقوم بدور اجتماعي وثقافي وفني جنب دوره الرياضي فتعددت الحفلات الثقافية والفنية وأصبحت الحفلات مصدر الدخل للنادي كإراد بيصرف منه على أنشطته الرياضية وكانت اللجنة الثقافية والفنية بالنادي بتشرف على الحفلات كان بيشرف على اللجنة الثقافية عند إنشاءها أمين سامي باشي وضمت شخصيات أدبية وثقافية ضمت في بداية تأسيسها عضو نشيط جدا كان طالب بمدرسة الحقوق الطالب ده كان اسمه محمد فكري حسين أبازة طبعا اللي هو فكري أبازة الأديب الكبير وأحد أعلام الأدب والصحافة السياسية في مصر واللي لقب بشيخ الصحفيين وهو طالب كتب في جريدة المؤيت وبعدها كتب في الأهرام والمصور اللي أصبح بعد كده رئيس تحريرها سنة 1926 واستمر رئيس تحريرها لفترة طويل أول وكان نقيب الصحفيين أربع دورات متتالية وكان عضو لعدة دورات بمجلس النواب اللي انتخب فيه سنة 1923 لكن يمكن محدش أعرف أن فكري أبازة كان لاعب بفريق كرة القدم بالنادي الأهلي في الفترة من 1916 لحد 1918 وهو اللي ألف نشيد النادي الأهلي واختير عام 1974 رئيسا شرفيا للنادي الأهلي فكري أبازة كان من أنشط أعضاء اللجنة الثقافية والفنية للنادي الأهلي وكان هاول المسرح والفرق التمثيلية وعشان كده كان نشيد جدا في تنظيم الحفلات الثقافية والفنية اللي كانت بتقام بالأهلي وكان من أهم المشاركين في حفلات الأهلي الفنية الملحن الكبير في ذلك الوقت محمد عبد الرحيم وده بيعتبر رائد الأغنية المصرية والجماعة الفنية كانت بتعتبر وقتها شيخ الملحنين وعشان تهرفوا إمته كان أستاذ محمد عثمان وعبد الحمولي اللي تتلمزوا على أديه وكان بيشارك كمان الأديب الراحل محمد تيمور ابن الأديب الكبير أحمد تيمور باشا وعمته الأديبة عائشة تيمورية وأخوه الأديب الكبير محمود تيمور محمد تيمور بيعتبر من مؤسسي الأدب القصصي والمصرحي في مصر وكان معهم المرحوم محمد عبد القدوس زوج السيدة فاطمة اليوسف اللي هي مؤسسة مجلة روزا اليوسف والد الأديب الكبير أحسان عبد القدوس انتوا فاكرين فيلم لال الحب لعبد الحليم حافظ وأمال فريد وعبد السلام أنابولسي محمد عبد القدوس قام بدور رجل مليونير اسمه ممتاز شركس اللي غناله عبد الحليم حافظ أغنية يا سيدي أمرك يا سيدي أمرك أمرك يا سيدي بولك لخطرك خطرك يا سيدي يا سيدي أمرك أمرك يا سيدي بولك لخطرك خطرك يا سيدي ما قدرش خلفك لإني عرفك تقدر تحط الحديث بإيدي اسمع اسمع يا سيدي ترجمة نانسي قنقر